الحياة النهاردة أول خبر أنا شدني أنه مرضى ضمور العضلات والتصلب العضلي ده دول كتير جدا في مصر و أنا عملت ممكن قبل كده حلقتين عن ضحايا هذا المرض الصعب جدا لأنه المرض ده بيعتبروه أخطر من السرطان بالمناسبة و يعني بيعتبروه في فئة الأمراض الألف الخطيرة في العالم لأنه محتاج رعاية وتكلفة عالية جدا و لأنه و طبعا ليه مستويات و درجات و أنواع لكن معظمه بينتهي بالموت وموت فظيع موت مؤلم موت فيه تآكل العضلات والعزام أنا مرة عملت حلقة و كان معايا أسرة كاملة من خمس أو ست أفراد كلهم مصابين الأولاد يعني بهذا المرض و للأسف عارف أنه نهايته هو بيتعذب و يتألم في حياته من المرض و عارف أنه هو ذات يوم سيموت طيب فيه علاج الأبحاث بتقول أنه فيه علاج تخفف الألم و تؤجل النهاية المأساوية لمريض ضمور العضلات لكن هي مكلفة جدا جدا و أنا أشهد أنه كلمت أكثر من وزير صحة من أيام الدكتور عوض تاج الدين و إسماعيل السلام قبلها لغاية الدكتور عدل عدوي قبل يعني تولى وزارة الصحة قبل الوزيرة الحالية و كان الجميع بيقر بأنه هذا المرض أحد ملفات الخطيرة في الصحة في مصر مرض خطير و مرض محتاج تكلفة عالية جدا و يمكن أنا انضمت لجمعية أو ضموني لها باعتبار أحد الإعلامين اللي نادوا بإنشاء مستشفى لعلاج مرض ضمور العضلات منذ سنوات و لغاية مرة دا ناس بتبعات لي رسائل على صفحتي فإنه يحصل إنه رئيسه قرر توفير مبلغ الإحصاد بتقول و وزيرة الصحة بتقول 3 ملايين دولار لإنشاء مستشفى لعلاج مرض ضمور شيء بيحدث لأول مرة بصراحة شيء بيحدث لأول مرة أن الدولة المصرية تهتم بضحايا هذا المرض و دا تعبير عن إنه يعني الدولة المصرية فعلا اليوم بالإضافة اللي نحن بنعيش مرحلة فعلا جمهورية جديدة لإن الاهتمام بالمرض والصحة و ملاف الصحة من أولويات الرئيسة هنحاول نعمل حلقة عن موضوع ده لإنه خطير و يعني قبل من تقل الخبر التاني عايز أقولي إن إحنا فتحين ملف تبرع الأطباء للمرضى مجانا و بدأنا مبارح بإنه الدكتور أحمد مؤنس عنده يعني هيستقبل خمس حالات من البرنامج لمرضى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير لعلاجهم مجانا مجانا عن طريق البرنامج فكل من يعني يعاني من مرض الكبد أو جهاز الهضمي أو يحتاج المناظير يتواصل معنا و إحنا بنبعث و أنا بشكر الدكتور أحمد مؤنس اللي بدأ المبادرة دي معنا مبارح في أول حلقة و مرحب بأي طبعا طبيب أو مركز صحي أو مستشفى خاص تتواصل معنا إحنا بنقول خاص لأنه الدولة تبزل أخص تقطها يعني في هذا المجال القطاع الخاص دوره المجتمعي هنا هو المهم و ده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نبقى جسر صلة بين القطاع الخاص الصحي و بين المرضى فعندنا خمس حالات بيتم علاجهم مجانا من قبل الدكتور أحمد مؤنس يتواصل مع القناة و مع البرنامج و إحنا إن شاء الله نوصل الحالات لدكتور مؤنس شكرا